موسيقى مساء الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من صدى الصحف في الحلقة اليوم بعنوان المرأة واتخاذ القرار نحن بنعرف ان موضوع مشاركة المرأة بصنع القرار بعضه موضوع جدلي وعم يستحوز اهتمام كتير من الناشطين بمجال الديمقراطية ومجال حقوق الانسان وكمان خاصة بمنطقة لبنان او بالدول العربية بعدها هيدا المشكلة المناصفة بين الرجل والمرأة هي السؤال بيجرب نلاقي جوابه عند الكتير من القياديين بمركز القرار وصول المرأة الى القيادة ومركز القرار مشوار طويل بلبنان رح نستقبل اليوم بستوديو ضيفة صاحبة قرار قوية مناضلة في هذا المجال مهندسة ناجحة سيدة راقية معروفة بزكاءة وبصلابة شخصيتها وقوة قرارة بدي رحب بالسيدة المهندسة معنا اليوم اللي هي اساسا مهندسة معمارية عملت في القطاع العام منذ سنة 1995 السيدة جاهدة عيتاني أهلا وسهلا فيك شخصية مثابرة استطاعت شخصيتك وكل صفاتك أنه تخليك تتبوأ مراكز القرار والريادة بمسيرة عملك ببلدية بيروت حتى بعدة مراكز ومصالح وبعدك حتى اليوم تشغلي مركز مديرة صحة الشؤون الإدارية نجحت بانتخابات النقابة لدورتين متتاليتين عن مركز رئيسة فرع المهندسين العاملين في القطاع العام شاركت بعدة مؤتمرات هندسية داخل لبنان وخارج لبنان ترقست عدة ليجان داخل النقابة استلمت ملف الاستشفى في نقابة المهندسين لمدة سنتين شاركت في تعديل قوانين البناء والتسوية ونشاطات اجتماعية مختلفة تعرفنا عليك بشكل مختصر عرفت للمشاهدين لانه اذا عن جد بدي عرف على كل شي عملتي بتخلص الحلقة وبعدنا عم نحكي عنك اهلا وسهلا فيك اهلا فيك شرف كتير كبير انك تكوني معنا بصدى الصحف اليوم تنحكي عن الامرأة صاحبة القرار بالبداية قبل ما نبلش تنقرأ المقال الاول بحب اسألك استاذي جاهدة من هي الامرأة القوية بنظرك اولا مصال خير انا بدي تشكرك كتير على استقبالك لهيدا الموضوع بمناقشة هيدا الموضوع اللي انا بحب احكي فيه بس معلي تصحيح صغير لحتى لامشان مديرة مصلحة الشؤون الادارية مش الصحة بس حتي لان بيكون غلطة بالطباعة بالطباعة مزبوط بالنسبة لموضوعنا اليوم وبالنسبة للسؤال المرأة القوية برأيي المرأة القوية اهم شي بدا تكون مسلحة كيف يعني مسلحة كلمة خطيرة شوي خطيرة اي مهنة مش في كتير سيدات في كتير بنات ما صح لهم يتعلموا ما صح لهم كيف يعلموا مش الست القوية المتمكنة بس بدي يكون معها شهادة يكون معها مهنة بإيدا مهم هالمهنة تبرع بمجال معين لحتى على القليلة يكون عندها استقلال مادي هون المرأة بتكون قوية الاستقلال المادي بيخليها تاخد ببعض الأحيان وبعض الظروف قرارات مصيرية بحياتها يعني اذا اضطرت انه تستقل بحياتها الزوجية اول ما بتطلع بتقول ايه زمان ما قادرة تصرف على حالة ولا حالة بدها تلتزم بانها تكفي حياتها بظروف هي ما بدي اياها المرأة القوية اللي هي بتقدر تقول لا لما لازم تقول لا لازم تقول لا نعم لازم تقول لا شرف كتير كبير انك معنا اليوم رح نتعلم منك كتير قد ما بقدر رح جرب اسأل لأاخد منك كل شي المقال الاول مشاهدينا هو بعنوان زيادة نسبة النساء العاملات في المؤسسات العامة يجعلها اكثر تمثيلا وينهض بالابتكار ويحسن عمليات اتخاذ القرار في المجتمعات ويحقق فوائد للمجتمع رسالة من الامين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريس بمناسبة اليوم الدولي للمرأة عام 2017 وبيقول المقال انه بالعام 2015 اقر الدول العالم بالاجماع على خطة تنمية المرأة شخصيا ضمن خطة التنمية المستدامة عفوا وكان ضمن الهدف 16 حول تعزيز مجتمعات عادلة وسليمة وشاملة واعترفوا ان المرأة كجزء من المجتمع يجب ان يكون الى ضمان المساواة بينه وبين الرجل لتمكين المرأة وبهيد الطريقة بيبنوا مجتمعات لا تزال المؤسسات العامة بالعديد من البلدان فيها مجالات ذكورية وابوية وتواصل تكريس المواقف الذكورية والممارسات الضارة والعنيفة ببعض الاحيان تجاه النيساء وبتمنع النيساء انهم يوصلوا لقيادات وريادة بالشأن العام بالمؤسسات العامة تشير البيانات الى انه النيساء بيشكلنا بالمتوسط 45% من الادارة العامة يعني بعدها النسبة ملحوظة ولكن هي بعدها قليلة وفيه اختلاف كتير كبير مشاركة المرأة بمختلف البلدان حيث تراوحت ببعض البلدان 3% ووصلت ببعض البلدان احيانا الى 77% ولكن بفترات مختلفة حصة الاجمالية للنساء بالادارة العامة هي الاعلى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمتوسط 55% والادنى بالدول العربية بنسبة 35.9% فقط وصول المرأة على قدم المساواة الى ادوار القيادة هو شي منتج وصحيح والدراسات كلها بتتأكد ان مشاركة القيادة المرأة هي جزء من المساواة وبتخلق بيئة مؤاتية لحكومة افضل ولمجتمعات اكثر فعالية تم تعزيز هيدا النتائج من خلال الدراسات الحديثة وكلها اكدت انه عندما يكون المزيد من النساء في السلطة في القيادة هناك حكم افضل او بقوله كمان حيث يوجد حكم جيد تكون النساء رائدة بدي بلش من عند حضرتك استاذي جاهدة زيادة نسبة النساء العاملات بالمؤسسات العامة بيجعلها اكثر تمثيلا وينهض بالابتكار ويحسن عمليات اتخاذ القرار هل توافقين على هيدا السؤال انه عن جد لما نكون موجودين بكترة نقدر نعمل تنميم نقدر نعمل ابتكار بالمطرح اللي نحنا فيه مما لا شك فيه نعم ليش اول شي المرة نحنا بدنا نطلع من الفكر انه المرأة انسان ضعيف او كيان ضعيف علما انه تكوين الله خلق المرأة قوية حساسة قوية يعني هي اللي قادرة تتحمل اللي قادر ينظم بيته اللي قادر ينظم ولاده اللي قادر من ادارة البنت للبيت الزوج العيل الأهل لما هي بتنظم هالشي ما قادرة تكون تنظم ادارة عندها اذا كانت مسؤولة على موظفين عشو موظفين ميت موظف ما قادرة تديرهم بطريقة صحيحة طالما هي شخصية قوية تربط تربية سليم المعروف انه المرأة هي اكثر تنظيما من الرجل نعم بالتالي لانه قادرة حتى نحن بدمان عمل يعني بشغل بالإدارة بالخمسة وتنسعين لما دخلت على الإدارة كنا بس اثنين مهندسات قدام كلهم كانوا مهندسين وحتى كان جميع الموظفين كانوا زكور ان كانوا مهندسين ولا غير مهندسين كانوا زكور صاروا يتعطوا معنا المهندسين اصحاب العراقة بي انه فعلا بلشنا يتعطوا معنا بالفداية باستخفاف انه بيمروا علي بالفداية بالخمسة وتسعين صح ولكن فرجانهم انه لا نحن ما بيودر انا من خلال شهر كنت رئيسة مجموعة بالبلدية من وراء شخصية يعني قادرين نوصل لموقع القرار من وراء قرار بتاخدوا المرأة انه انا عن جد بدنا في السراج وانا اقدر انه بدو اصدف كل امكاناتي لانجح بهيدا المهمة صحيح وبالتالي اذا هلأ عميلا نشوف نحن في مدرع عمون سيدات مضبوط بس لعدنا قلائل يعني بعد مضبوط نحن مشكلتنا انه بالادارة باي مركز اللي كان بدى الست تعمل جهد لتقولهم انا موجودة تسمت وجودة تعمل جهد تفرجيهم انا موجودة بينما لما بصير في تعينات بيجي اسم الرجل تغرب تعيناتها لانه المجالات بالبلدية مجالات زكورية وابوية وتواصل تكريس هايدي المواقف والممارسات حتى انه بيعتبروا انه النساء اضعف من الرجل ما بيوسقوا فينا ما بيوسقوا بامكاناتنا وهي يعني جزء الامر بفتكر متعلق بالعيلة كيف عم بتربي حضرتك خلال مسيرتك الشخصية والمهنية هل العيلة دعمت تطلعاتك هل انت كنت يعني ربيتي بهيد البيئة انه الرجل مثل المرأة وانت يا حقه لكي انك توصل الى هايدي القيادات والمطارح اللي انت وصلتي لليوم اكيد مما لشك فيه اساس التربية انا ربيت بعيلي اول شي كبيرة تعلمت من الكبار القوة حتى لما بلشت بدي اخد شو بدي انا اتخصص كان في خيه خيه قال لي تعملي مهنة حرة حتى لو انت تكوني سيدة نفسك ده اول كلمة قال لي اللي مهنة حرة لا تكوني سيدة نفسك سيدة قراري وبالتالي حتى هايدي من العيلة العيلة طبعا بدي تكون بدي تحضن بدي تحضن وبدي تكون دعمة وتدفش البنت لا تتعلم ولا ولا تشتغل وتكون سيدة نفسك والعيلة الزكورية شو حيصير بالبنت يعني حتكون هي عم بتجاهد لحالة عم بتدافع عن حقها بصعوبة صحيح بتدافع عن حقها بصعوبة بس بتقدر توصل في ناس حولية ممكن لما بتتزوج يمكن هذا الزوج هي تختار ومتل ما هي بدي بساعدها بيظهرها من الجو الزكوري لانه ما تنسي انه كمان الزوج بدو يلعب دور بدو يلعب دور بانه تكون هي مرتاحة بعملها قادرة تعطي وقتها قادرة تشتغل خارج الدوام اخيتي بتضطر تيخد شغل عبيتها يمكن تضطر انه دوجة يحمل معها مسؤوليات حضرتك اخترتي مهنة الهندسة هلأ التيلة شوي ليش بس لكن هي بعدها بمفهومنا انه هي مهنة للرجال بحسب المجتمع الشرقي هيك انه مهندسة وانت التيلة ذكرت حضرتك انه كنتوا بس اتنين بالمجال اللي كنتي فيه بالإدارة بالإدارة بالخمسة وتسعين فالأكثر مهندسين رجال كيف بتعلق على هيدا الموضوع وانت حضرتك مهندسة ناجحة وانت امرأة ولكنك مهندسة والهندسة جميلا هي للرجال هيك معترف انه ما حتقدر للمرأة شو رأيك هلأ بهايد الوقت بالوقت اللي نحن تعلمنا فيه ايه كانوا انه اوه مهندسة انهم مهندسة عم تدسة مهندسة عم التمشي عكس التيار ايه انه ومعمارة ويقولوا لكي بدك تطلع على الورشة وهالأساس بالنهاية هلأ بهيد الأيام لا صاروا فيه المهندسات فعلا عم يتفوقوا عن المهندسين الرجال ويبقى فيه هيدا نحنا بلشنا الصحيح مهندستين لما رجعنا دخلنا رجعوا دخلوا كتير مهندسات زميلات لإليه بالبلدية حسب المقال أنه حصت النساء بالإدارة العامة هي الأعلى ببلدين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 55.1% وهي الأدنى بالدول العربية وخصوصاً بلبنان ما بتوصل لل35.9% يعني ما زالت نسبة ضئيلة مقارنة مع الرجل وبعد المرأة عم بتحاول أنه هي تثبت وجودها هل برأيك واجب أنه يكون فيه أنون ينصف المرأة ويحدد الكوتة النسائية بالإدارات مناصفة مع الرجل يعني مثلاً بهيدا الإدارة قد ما بيكون فيه رجل قد ما بيكون فيه امرأة لعدد رجال ونساء أطبعت هيدا السؤال أنا يعني بالنسبة للكوتة تحديداً برفضة كنت كنت برفضة بس مع مر الأيام إذا ضلنا ضلينا عم نرفض الكوتة ما حنوصل لنكون نحن موجودين بنسبة متساوية مع الرجل حتى بأحد الكلماتي كانت فيه تكريم بنقابة المهندسين للمهندسات اللي قطع عليهم 30 سنة كنت أنا عم بحكي كلمة المكرمات بقلت بكلمتي بمجلس نقابة المهندسين كتير أوقات بيكون المجلس ما فيه مهندسة عضو مجلس مرة فيه اثنين مرة كنت أنا لحالي علماً علماً أنه قدرنا لما كنا بالمجلس كنت أنا مستلمة للملف الاستشفاء فيه أختي بشرعي تاني كانت كمان أمينة المال بفترة من زميلتي كان فيه ولكن عطول العدد بالنسبة ل 16 شخص اثنين أو واحدة أو ما حداً كتير قليل طلبت بكلمتي وقتها أنه لازم بقانون أنها بنعدلها ويكون في عنا كوتا علماً ما أني مقتنع بس لازم نبلش هيك حتى بالإدارة العامة أنا الوحيدة اللي كنت مديرة بين تبس تسع مصالح كانوا كليتهم زملاء رجال لا هذا العدل علماً أنه هلأ الست بتلاقيها مديرة باك مديرة قلنا مدارة عمون عم تكون رئيسة مجالس مجالس إدارة عملة تكون هي مستلمة يعني صار لازم نشيل هالفكر من رأسنا أنه فيه ست وفيه رجل تعتقد أنه النساء هي أفضل من الرجال في مجال الإدارة والتنظيم؟ شوف هيدا بيلحق الشخصية عندها الإدارة عندها الإدارة إنها تقدر تكون ناجحة بشغلة ومجبورة هي كائم إذا عندها بيت مجبورة تتابع أولادها وبيتها أولاويات وكل هالأمور وبتنجح بينما الرجل الكريدي لقله أنه أنت روح على شغلك وهتم بشغلك وبالتالي يعني تصوري مثلا حتى فترة الأموم اللي هي بدأت تاخدها مثلا ثلاثة شهور فيه بلدان بيعطوها سنة وبيعطوا للزوج سنة معها كمان فترة أمومة ليش؟ لأنه عارفين أنه الرجل مثل المرأة باللقوانين بدأت تحمل مسؤولية مثل ما هو بيحمل مسؤولية بالتالي فعلا بدنا نشرع لقوانين لنساعد المرأة لتكون مرتاحة كمان بعملها بس أكيد ممكن تكون منظمة ولكن في عندك إذا حتيتي ست إذا بالأساسي ما عنده الإدراع التنظيم أو رجل ما عنده إدراع التنظيم حتى ما نكون عم نظلم أو منحازين كتير يعني للموضوع بس هو معروف أنه نحنا النص التاني من المجتمع اللي بيتحمل أكتر من الرجل ني بالمئة الله خلقنا وعنا تكويننا سبحان الله حتى الوجع من دوقه بنرجع عنده استعداد أنه نرجع ندوقه مرة تانية رح ننتقل للمقال التاني من بعدها في اتصال مع دكتورة ويصل حلبي على التليفون المقال بيقول أنه هيدا المقال كان ملخص لمنتدى القيادات النسائية والعربية بدبي ونشر على موقع إلاف الإلكتروني شو بقول هيدا المقال العنوان للمقال كان المرأة بين القيادة والتغيير المؤسسي كسر للصورة النمطية كتبت مروع كريدي من دبي شكلت قضية التغيير وضرورته في المؤسسات لتحسين فرص القيادة النسائية محورا مهما خلال منتدى القيادات النسائية المنعقد حاليا في دبي حيث دارت نقاشات عدة بين المشاركات الخلاصة اللي بيقوله هيدا المؤتمر أنه المرأة العربية تتعرض لضغوط حادة تعجز من جرائها عن تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية الأسرية وحياتها العملية فيما زال الرجل العربي يرمي بكافة الأباء المنزلية والمسؤوليات التربوية على المرأة هيدا اللي قلناه قبل شوي بحديثنا وعلى هيك الصورة النمطية التي تكرسها وسائل الإعلام عن المرأة بعدها هي زيتها ما بنلتفت لقدرات القيادية ولا الإبداعية نو دايما منصور أن الرجل يتفوق عليها بتؤكد وزيرة شؤون الأسرة الماليزية بهيدا المؤتمر أنه الأمومة حق مقدس والقيادة للمرأة حق أيضا تكلمت عن تجربة بلادها في تمكين المرأة في ماليزيا التي يصل فيها تعداد النساء إلى 13 مليون امرأة منوحة بأهمية الموضوع الذي يعقد حاليا في الوقت حيث تقف فيه المرأة في كافة أنحاء العالم على أعتاب مرحلة من التحرر الحقيقي واللي هي بتخليها تكون منطلقة بجميع طائطة وبجميع المراكز اللي بتنفتحها بنفس المقال بيقول أنه النساء قيادية ولكن يطالبنا الرجال بالتعاون وأنه هن يسعوا مع بعض لكسر هالصورة النمطية عن المرأة إذا كان الرجل متفهم نقدر نوصل أنه نكسر هالصورة وأظهرت الدراسات التي أجرتها المؤسسة الأمريكية على مدار السنوات الأربع الماضية والتي أشارت إلى مؤشرات الأداء المالي والصحي والقوي للمؤسسات الاقتصادية التي تتبوأ فيها المرأة مواقع صنع القرار يعني المؤسسات تنجح أكتر إذا كانت المرأة موجودة بصنع القرار ولكن بالمؤتمر كان فيه إشارة إلى أن التكنولوجيا تساهم في تحسين الحياة وهدفت إلى تمكين المرأة خصوصا الشابات لأنه تتعلم تستخدم التكنولوجيا لتطوير حياتها مضيفين أنه استخدام التكنولوجيا يسهل حياة الناس اليومية كما تحسن معيشتهم تستخدم طاقات جديدة يمكن أبليكيشن جديد بخلوهم يقدروا يوصلوا أنهم يوفروا الوقت والجهد وتحسين نوعية العمل وأداء العمل وأكيد بالنتيجة بدوا ينعكس على الإنجاز وعلى النهاية بدوا يكون أفضل كمان التكنولوجيا إلى دور للجنسين مش بس للإمرأة وبيقول لا يمكن لأي دولة أن تتقدم إذا أهملت أو أهملت أهمية دور المرأة التي تمثل نص المجتمع هل بمجال الهندسة استاذي جاهدة عي تاني يمكن أن تبرز أيضا السيدات وتتفوق على الرجال أكيد طبعا مجال الهندسة تقدر تتفوق بمجال الهندسة والطب والمحامات والقضاء وأي مجال عندها القدرة أن تتفوق عندما نريد نحقق الهدف نعم لأعطيك مثل نحن عملنا بنقابة المهندسين مهرجان العمارة جائزة العمارة اللي حصل على أعلى جائزة جائزة الجوائزة كافة فئات المشاريع هي مهندسة اسمها لينا غطمة لبنانية نشوف الحال فيها إذا بدنا نحكي بالله يرحمها زهى حديد هي مهندسة حصلت على جائزة أهم جائزة بالعمارة هي بريتزر صح عندك سجاء نشاء بأتي ربحت كمان جائزة عنا بمهرجان العمارة يعني كمان بعد النساء ممكن تسجل أكيد اللي شاركوا أعداد كبير مضروري بس اللي نشحوا وفيه كتير مهندسات بمكاتب هندسية للسيد للمهندسات شاركوا بمهرجان العمارة وكان قدروا يحققوا نتائي الجمعة رح ناخد الاتصال ونرجع لحديثنا مع حضرتك وأكيد بشرفنا أنك موجودة معنا اليوم الاتصال مع الدكتورة التربوية الاختصاصية بعلم النفس التربوي والباحثة في شؤون المرأة دكتور ويسال حلبي بونسوار بونسوار دكتور ويسال أهلا وسهلا فيك هالمرة على التليفون بالعادة بتكون ضيفة معنا بستوديو بدي رحب فيك ورح نتناقش معك بثلاث أفكار يا أهلا وسهلا فيك وأنا كمان بدي حييكي وحييكي قصة مريم تيفي وكل المشاهدين والمستمعين مرسي دكتور ويسال تطرقت المتحدثة بالمقال إلى مجموعة من المعوقات المهمة التي تعترض طموحات المرأة ومن بينها الصورة النماطية للمرأة كعنصر ضعيف وغير قادر على تحمل المسئولية وهي النظرة التي تحرمها من فرص الترقي ومحدودية الوصول شو هي هيدا المعوقات غير اللي نذكر أول شيء أنا بدي أقول أنه المرأة هي ليست كائن بعيف البل هي إنسان طموح بلا حدود ولكن نظرة المجتمع هي يلي بتجعل أو بتعيق المرأة بجوانب كبيرة من حياتها من أهم أو أبرز هالمعوقات أول شيء بنحكي عن تهميش صورة الزات عن المرأة والاستخفاف بقدراتها السمينة هيدا بالإضافة لكافة القيود الاجتماعية والمسئولية يلي هي بتقع على عاطئة إن من الناحية الشخصية أو الناحية العائلية أو حتى كانت بيئة العمل ومتطلبات القيادة وهون بدي أحكي شوي عن كافة الأحباطات يلي ممكن تصيب هالمع أو التعتالة وكافة المشاعر السلبية يلي بتأثر فيها وبتأثر بمحيطها هيدا بيخلي هالمرأة توصل لمحل إنه هي هوني بدي توقف قدام هالطموح تبعيتها رغم كان كل هالتطور يلي هو عم بيصير بالمجتمع وبالرغم من هالتطور هيدا الحاصل بالمجتمع بدي ألفت نظر بشكل خاص حول اللاوعي الجمعي يلي هو متأصل بنفوس النفوس المريضة خلينا نقول يلي هي أكتر شي متأصل بالشعب بالعمل الجزكوري صحيح عند المجتمع الشرقي لأنه نحن مجتمعنا في هيمنة زكورية وأساليب تفكير عديدة ورثة ثقافيا وهي متأصلة أصلا برد تنشئ الاجتماعية للأسرة هذا بالإضافة لعوامل أخرى غريب دكتورة ويصال مع أنه الأم هي امرأة وهي اللي عم بتربي الجيل يعني نحن بنرجع منوقة بهيد النقطة أنه نحن عم نتربى بطريقة وعم نرجع نربى الجيل اللاحق بنفس الطريقة ما كتير عم نغير بتربيتنا وعشان هيك يعني هيد المؤشرات عم تبقى هي هي هيد المؤشرات مش عم تبقى هي ذاتها أساليب التفكير يلي نحن موجودين فيها اللي هي ما زالت متأصلة بمجتمعنا الشرقي يعني في عنا كتير زي بنحكي عن هون شوي الهيمنة الزكورية أنه نحن في كتير عنا أشخاص رغم أنه هن وصلوا لمراكز كتير مهمة ومراكز مرموقة من الرجال ولكن وقت المرأة بتتشكل بالنسبة لأنهم عنصر بتنافسهم بيرجعوا رغم تطورهم ورغم عقليتهم بيرجعوا لهالمجتمع هيدا للأصر الأوتروبولوجي لكيف كانت المرأة وهالنظرة الدونية لإلى يلي بيخليها أنه أنت بتكتكوني خابعة دائما شو تعليقك على الموضوع أنه حسب الدراسات أنه المؤشرات كلها بتقول أنه عندما تتأبوأ المرأة مواقف صناعة القرار بتكون هي مسؤولة عن المؤسسات بتكون المؤسسات أكثر إنتاجا من الرجل وتتفوق المرأة في هذه المراكز عن غيرها من المواقع التانية المهمة خصوصا مراكز المالية والصحة والإدارة صحيح هيدا الشعور بالدونية بالنسبة للمرأة هو يلي بيشكل عندها دافع لتكون مناهضة ولحتى هي تبرز وتتفوق بالمجالات الموجودة فيها هيدا لأنه المرأة تتمتع بزكاء وبحس اجتماعي ومروني بيخليها أنه يكون ذهنها حاضر بكل وأداء التفاصيل وتكون سلسة ودقيقة أكتر كان بتنظيم أفكارها أو بتنظيم وقتها كمان وبتنظيم وقتها وحتى ردين سهلة بتكون هي مسيطرة عليهم أكتر من الرجل من الرجل وحتى أكثر انضباطا وهذا الشيء اللي بيخليها تتبوأ هالمراكز العامة شكرا لها المدخلة دكتورة ويسال حلبي كنت إضافة إلنا بالحلقة اليوم على أمل أن نلقاقي في استوديو إلى اللقاء إلى اللقاء شكرا لك سيدة جاهدة عيتاني السؤال الأخير قبل ما نختم الحلقة خاصوا بالتكنولوجيا هل التكنولوجيا تقف عائقا أمام تبوء المرأة وقياداتها المراكز؟ بس خليني صلح للمهندسة اللي ربحت اسمها سجا نشاشيبي بس تنصلح كمان حتى لما أوكي عشان الأسماء نكون دقيقين أكيد التكنولوجيا تكون عائق إذا كان ما عندها خبرة أو ممكن توقف لها تحدلها منها الأول شي بالبداية لما كانوا السيدات وناجحات بعملهم وبمركزهم ما كان في التكنولوجيا ما كانت تعتمد بعدين لما تكون هي بموقع القرار هي بتتكون إدارية بتتكون صاحبة القرار بتتكون المنظمة المسيرة لكل الأعمال اللي حوليها فممكن بيكون معها مساعدين بتقولهم هي شو بدأ وهني بينفزولها بعدين شوي شوي هي لو بدأ فيها تتعلم مزبوط ما في مشكلة ما في شي صعب عليها بس عم نحكي في حال ما كانت عندها هالشي أبدا ما بيخليها أنها توصل لموقع القرار ما حدا إن كان رجل أو إمرأة بموقع القرار بيشتغل لحاله كل الشغل بأي مؤسسة بأي عمل بدأ يكون فريق عمل متكامل متجانس وهي المرأة اللي عندها الإمرأة هي اللي عندها الإدرة إنها تعمل وتربط كل العاملين معها بشكل جيد وسليم عندها الجلد عندها الروح عندها إيها إنها تقدر تخليهم الكل يتعاونوا مع بعضهم أذا بدأ أطلب من حضرتك تقولي لي من أنت هل أنت المهندسة؟ هل أنت الأم؟ هل أنت صاحبة القرار الإدارية؟ مين جاهدة لعيد ثاني؟ جاهدة لعيد ثاني بالأدسيس مهندسي يعني إذا بدنا نبلش من هنا أي أحد منك؟ أي أحد أنت كلك؟ أي طارت منك هو الأقرب لحالك؟ اللي بحبه كتير وبعتز فيه هو الأمومة برجع بقول أنه هو الأمومة اللي أنا يعني هذه الشغلة اللي أنا اشتغلت علي يعني الله أعطاني إيها وأنا الحمد لله فخورة باللي باللي اشتغلت عليه ووصلت عليه بالبنتين اللي عندي إيها هون ووصلوا بمحل هني كمان بيشتغلوا بموقع قرار وعندهم إدارة وعندهم قيادية وعندهم شخصيتهم وهيدي بحبه كتير مع أنه اشتغلت كتير بالشأن العام بالشأن السياسي بالإدارة بالنقابات بكل شي اشتغلت وكان عندي علاقات جيدة مع الجميع الحمد لله ولكن اللي بحبه وبعتز فيه هي الأمومة نحنا منعتز لوجودك معنا ومنعتز فيك كامرة قائدة ومسأل أعلى لكتير من الناس اللي بيعرفوك شكراً لوجودك أنا بشكرك كتير كمان على استقبالك لأيلي شكراً مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة كانت معنا المهندسة السيدة جاهدة العيتاني من صدى الصحف منلاقيكم بحلقات جديدة تابعونا إذا حبين ترجعوا تشوفوا الحلقة فيكم تشوفوا على يوتيوب وعلى مريم تيفي فيسبوك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر